اهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله من وين ما كنتوا عم بتتابعونا اليوم راح احضر معاكم باستا صلد مع الخضار بشكل صحي وخفيف بالبداية بماء مغمور راح اضيف واحد ملعقة كبيرة من الملح عليهم راح انزل باربع كوب من الماكرونا الملونة بهالشكل اي نوع او شكل انتوا بتفضلوا بامكانكم تستخدموه بهالوصفة راح انزل فيهم بالمي مباشرة وعطيهم تقليبة سريعة واسلقهم لمدة ثمن دقائق على نار قوية ما بدي تنهر عندي الماكرونا بديها تكون ماسكة حالها هيك الماكرونا معاي استوت شوفوا حجمها كيف تضعف معاي هيك مباشرة صارت جاهزة معاي راح ارفعها عن النار مباشرة واصف فيها واغسلها كثير منيح بماء بارد لتحضير الدرسنج ببولا راح اضيف اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون اثنين ملعقة كبيرة من الخل الابيض او خل التفاع في حال توفر عندكم بالاضافة لتنين ملعقة كبيرة من الماسترد ديجون الخردل راح اضيفه واحد ملعقة كبيرة من الوريجانو او الزعتر المجفف ربع ملعقة صغيرة من الملح بالاضافة لربع ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود الدرسنج جدا سهله بسيط ومكوناته بسيطة بخلطهم مع بعضهم حتى يداخلي معه ويمتزجوا مع بعضهم البهض وهيك الدرسنج صار جاهز عندي مباشرة للاستخدام لتحضير السلطة بالبولا مباشرة راح انزل الماكرونة انا غسلتها وبردتها كثير منيح عليهم راح اضيف اتنين كوب من الفلفل الحلو والالوان الفلفل الرومي وقطع كيوبس بهالشكل بالنسبة للخضار انتو شو بتحبوا تضيفوا او تستبدلوا لكم الحرية بالاضافة لواحد كوب من الزيتون الاسود الشرائح برضو راح اضيفه عندي واحد كوب من الذرة المعلبة برضو راح اضيفها بهالشكل اخيرا وليس اخيرا نصف كوب من الجزر المبروش واعطيهم تقليبة سريعة بس بدأ فرجيكم هالالوان اللي ما بعضهم ولا اربع من هيك مباشرة راح اوزع مقدار الدرسينج بهالشكل واعطيهم تقليبة عندي حتى تتغلف كامل حبات السلطة بالدرسينج وياخدوا نكهات بعضهم البعض وهيك صارت جاهزة مباشرة للسكب وهيك طبقي صار جاهز مباشرة للتقديم ونجرب طبقنا مع بعضنا شوفوا معي ما شاء الله الالوان طبق مفرح وصيفي ولا اروع من هيك طبق وبالف عافية